بغداد مراسل الغد مصطفى القطان إذن مصطفى كانت ليلة دامية أمس في ساحة التحرير ما هي المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديك؟ بالفعل كوثر ليلة كانت عصيبة يوم أمس على بغداد بصورة عامة سواء كانت على قوات الأمنية أو حتى على المتظاهرين بسبب صدامات التي حدثت وارتفعت وطيرتها بشكل كبير في منطقة ساحة الخلانية والمناطق القريبة منها حتى وصولا إلى ساحة التحرير المتظاهرون الذين يكرون ويفرون من هذه المنطقة ويحاولون السيطرة عليها والتناوب السيطرة عليها بينهم وبين قوات الأمنة العراقية تمكنوا بحسب معلومات وردتنا قبل قليل من السيطرة على ساحة الخلانية وهم يتوجهون أيضا إلى جسر السنك الذي كانت تسيطرة عليه قوات الأمنة العراقية وتحديدا قوات مكافحة الشغب في هذه المنطقة الكثير من الغازات من قنابل غاز المسير الدموع أطلقت يوم أمس هناك بعض الأنباء بنقلا عن المتظاهرين أفادت باستخدام الذخير الحية أيضا في هذه المنطقة ما أسفر عن سقوط ضحايا وكذلك العشرات من حالات الاختناق بسبب استخدام الغاز المسير للدموع في هذه المنطقة النقطة الأخرى أيضا كأثر ما حدث يوم أمس كان هناك تفجير لقنبلة صوتية في منطقة ساحة التحرير أدت إلى احتراق عجلة المرصد العراقي ذكر بأن هناك أربع ضحايا سقطوا إضافة إلى أكثر من عشرة مصابين الرواية الرسمية بحسب الإعلام الأمني العراقي أكد بسقوط ضحية واحدة إضافة إلى ستة عشر جريحا حتى هذه لحظة تواجد في ساحة التحرير أعداد متوسطة من المتظاهرين إضافة إلى ساحة الخلاني الكثير من هؤلاء معتصمون مذائيا في هذه المنطقة لا يتركون أماكنهم إضافة إلى المحافظات الأخرى في البصرة هناك حتى هذه لحظة لا يزال المتظاهرون يسيطرون على مداخل من قصر الذي تعطل فيه العمل بسبب تواجد هؤلاء المتظاهرين كأثر طيب سياسيا مصطفى ما هي آخر المستجدات هل من مواقف تسجل لمسؤولين طبعا كوثر هناك شحة في التصريحات من قبل جانب الحكومي حتى هذه اللحظة الحكومة العراقية تكتفي بقيام بالعديد من الاجتماعات على مستوى الأمن وكذلك على مستوى التداول السياسي بينها وبين كثير من الجهات الفاعلة خصوصا في جانب السلطة القضايا وكذلك الجهة التشريعية والسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان البرلمان هو الآخر أيضا يعقد الكثير من الجلسات وهناك اجتماعات بين رئيس البرلمان وبين كتل أخرى من أجل الخروج بصيغة حلقة ترضي الشارع العراقي خصوصا مع الضغط الذي صلطته المرجعية الدينية يوم أمس بخطبتها التي رأاها الكثير من المتظاهرين بأن دعم لشارعيتهم وكذلك لمطالبهم المشروعة وكذلك مطالبة الحكومة بتوفير اللازم بأسرع وقت شكرا جزيلا لك مصطفى القطان مرسل غد كنت معنا من بغداد